نمشي إلى الكيف وين يتواصل تضمر أعداد من الأهالي من نقص مادة التبغ مدفع وزارة التجارة للتدخل التفاصيل في التقرير اتعيش ولاية الكيف ومنذ أسابيع أزمة كبيرة في التزاود بمادة التبغ نتيجة ضعف حصة الجهة من هالمد وتفشي ظاهرة المضاربة وغياب المراقبة الصارم على مسالك التوزيع الأمر اللي سبب تسجيل نقص فادح في أعداد من العلامات التجارية الأكثر استهلك على أوتن على ارتفاع أسعارها بشكل لفت دخان في الكيف يمثل أزمة كبيرة أزمة ألقت بذلالها على اقتصاديات الجهة بصفة عامة خاصة أنه المدخنين كثروا برشاة خاصة في صفوف الشباب الدخان ولا مرغوب فيه ولا حتى فقدانه ولا حافز كبير للعباد أخرين باش يتكيفوا اللي كان يتكيف في باكو اللي يتكيف أكثر من باكو بالنسبة لأزمة الدخان في الكيف عندها مدة ومفهماش خلاص وطوى انتكيف في الدخان الزيري وباربع له بخمسمائة وخمسة ألف الدخان التونسي طوى عنده ثلاثة جمعات كعبة لا هي مولاها مدة ديما هكا ديما هكا تمشي لحماصة الجهة باربع وخمسة وقت لهو 2850 في القمر القباض نتيعنا مش قاعدة توفر لنا في الدخان كومي الفوق كم الولايات وخينا جميع الولايات في تونس موجودة عندها الدخان وموجود ومتوفر إلا نحن في الكيف الهناء مع الناج وللحد من ارتفاع نزيف الأسعار والتفاشي ظاهرة المضاربة قامت المصالح الجهوية لوزارة التجارة بالكيف مؤخرا بسحب 39 رخصة لبايع مادة التبغ علاوة على اتخاذ مجموعة من التدبير العاجلة لمراقبة مسلك التوزيع تم المرور إلى اتخاذ إجراءات إدارية صارمة في حق المخالفين في ميدان التبغ تمثلت في اجتماع اللجنة الجهوية للتبغ وإقرارها سحب بعد 39 رخصة كانت وضعيتها مخالفة للقانون وفي حالة مخالفة خطيرة معناها التفريط في الكمية وعدم الاتجار في المادة وتسليمها بأسعار مشطة الأطراف غير معناها ماهيش معنية بالقطاع هذه الإجراءات الإدارية لكن تم برمج تدخلات لكل الهيئات بما في المراقبة الاقتصادية وزملائنا في الأمن وبالتعاون حتى مع بعض زملائنا في المحتمديات والولاية بش يكون العمل شامل لكل الهيئات مراقبة بش تصير على مدى شهر وبش تكون مكثفة جدا على الطرقات في المحلات ورغم هالمجهودات ما زالت الجهة تشهد نقص فتح في مدى التبق الأمر الآن على سوق التهريب ودفع بالمدخنين للإقبال على علبة سجارة المهربة من القطر الجزائري واللي تشكل اختار كبير على صحتهم ترجمة نانسي قنقر